كنت أحبّي أنا أكمّل علمّي ما كنت أحبّي لأدجوز ولا أخطو لأروع القصص، اشتركوا هلّا بقناة مالك مكتب الرسميّة على يوتيوب ومبيّي سألنا، قلت له مثل ما بدّك أنت قلت مثل ما بدّك يا بابا أنت كان بديك تتجوّزي؟ بيني وبينك كان بدي أنا أكفي علمّي كنت أنت بديك تكفي علمّك بس بيّك قالّيك؟ شو قالّك بيّك؟ قالّي عمّك تلّبك ويجيّك يلعبني وبتوافّق قلت له مثل ما بدّك أنت ومقال لي إيه أنا موافّق ومقلت له إيه مثل ما بدّك موافّق أنا موافّق ما قلت له أنا بدي كفي علمّي بدي كفي مدرسة؟ قال لي إيه بتكلم علمّيك وبتخبّة يعني هلّا أنت رح تكفي مدرسة؟ وإمتى نعرسك؟ بس لتحبّيس مدرسة يعني أيتها بعد خمس سنين؟ لا بعد خمس شوار قال لاتخلصي هالسنة مش لاتخلصي مدرستك لعمر 18 سنة إنتي ما بدّك تكملي مدرستك لعمر 18 سنة؟ ما بتحبّي تفوت جامعة؟ ما بتحبّي تتخرجي؟ شو عبالك تعملي بالجامعة؟ دكتورة قلت له لبيّك هالشي إنو أنا حابّي أتعلم وكون دكتورة لما أكبر؟ شو قالّك؟ قالّي إيه؟ كيف إيه وبدو يجوزك؟ بس ما كنت هي كيفية قالتوا لأ أبوة ولما حكيت فيها راح حلمة؟ إيه إنتا لم يبقى تتجوّز عمرك 15 سنة؟ يعني معمّر ومخلّص بيت وبشتغل لأنك معمّر ومخلّص بيت وبتشتغل هيدول برأيك كيفية لتتجوّز؟ أو لازم واحد يكون معلم ومخرّش من الجامعة وعنده شهادة؟ يكون ناضج؟ كنتك المدرسة أنا باللبة ما برأيك واحد لازم ينتروا شوية ليكون ناضج؟ يقدر يتحمّل مسؤوليات؟ قدر تحبّل مسؤوليات بعمر 15 سنة؟ إيه كيف تقدر؟ ما بيّ بيّك؟ بسهدا مش يعني أنت عم تحمّل مسؤوليات يعني بيّك عم بساعدك؟ إيه أنا بيّك أنت ليز علاني مريمار؟ ما بديك هالشغلة كلّا؟ قولي قولي كنت حبّي أنا أكمّل علمي ما كنت حبّي لأتجوّز ولا أخطر ليّ ما قلت له هيك لأبيّك؟ ليّ ما قلت له ما بدي أتجوّز؟ قلت له قال لي بتخطب بتتعلم ما فيك تخطب وتتعلم قال لي بتكفي 15 شهر مدرسة وترجع يعلم ألا لحنا منّا خطبة كايتبين كتاب كنتم جوّزين هلّا؟ إيه هلا بس أتخلّس مدرس، بنام والقرس وتجوّز لأبيّك شو بتقلّيّه هلّا لما يحضرّك؟ شو بتقلّيه لأبيّك؟ بابا ما بدي تجوّز أبو راكان ويلده لمحمد مساء الخير أبو راكان بيو وعمل مريمار سماعت لمريمار عم تحكي شو رأيك باللي قالته والله هيدا هي رأيها هي ونحن منا حرمينها من أي التعلم تعلم ما عنا مشكل حتى لو بدأت تروح على الجامعة ما عندي مشكل أبو راكان اليوم عم بتقول كانت مريمار وجهت رسالة لبيا وجهت رسالة أمام كل الرأي العام وأنت عم أيضا عم وقالت له يا بابا ما بدي أتجوز كيف ممكن نحن نوقف هذه الجريمة بحق الأطفال أنا خيارته قلت له لمحمد لخي بدي بنتك لولد من ولدي قول أنت بتفصل نحن جيت علي قالت له مريمار نق عندي خمس شباب عندي ثلاثة بسنة جواز وعندي اثنان صغر نقل بدي كي منه بعد ثلاثة يام بتردي علي خبر قالت لي بدي محمد ترجمة نانسي قنقر